بداية دور البرلمان العربي تجاه القضايا العربية والله نحن نسعى كبرلمان العربي أن يكون له دور مؤثر وإيجابي خاصة مثل ما تعلمي بأن الوضع العربي وضع جدا صعب في الفترة الأخيرة يحتاج إلى تكاثب وتكاثب الجهود العربية للخروج من هذا الوضع السيء جدا الذي انعكسه على كثير من الدول العربية فالبرلمان العربي يحاول إطلاق بعض المبادرات التي تساهم في لمشام العربي في دعم العمل العربي المشترك نتمنى أن تؤدي ثمار وجهود برلمان العربي في تحقيق نتاج إيجابية على مستوى دعم العمل العربي المشترك زي إيه فانيما في بعض القضايا المهمة جدا تجاه ليبيا تجاه اليمن أيضا القضايا الفلسطينية هل البرلمان العربي بيقوم بواضع حلول لهذه القضايا التي تحيد بهذه الدول العربية؟ نقوم بمساعي من خلال صلاحياتنا ومن خلال المطلوب منه كمشارعين عرب التنسيق مع بعض الأطراف العربية خاصة ذات الشأن سواء مثل مدفضاتي الفلسطيني أو اليمني أو الليبي نقوم بعدة اتصالات لتقارب وجهات النظر لبلوارة رؤية عربية يوم البرلمان العربي أن الحلول العربية دائما تأتي بثمار أفضل من الحلول الغير عربية نحن أمنا ملك الكثير من الكفاءات العربية القادرة على أن تكون خير وسيط لتقديم الحلول ولتقديم المساعي لحل بعض الغضايا العربية البرلمان العربي أطلق عدة مبادرات في هذا الجانب إن شاء الله نتمنى أن تكون هي خير من يعين الدول العربية على تجاوز هذه المرحلة الصعبة جدا والخطيرة في نفس الوقت على ذكر المبادرات العربية أعتقد أن هناك تركيز على مبادرة التكامل الاقتصادي ما بين الدول العربية بعضها ببعض هتتحقق إزاي وإمتى؟ والله أنا أتمنى أن تتحقق لأن التكامل الاقتصادي هو مدخل مهم للملمات الأمور العربية ولدفع العمل العربي المشترك فهناك تكامل اقتصادي مهم يجب أن تحرص على جميع الدول العربية لحاجة الأمة العربية له ونحن نؤمن كبرلمان العربي أن الجانب الاقتصادي هو مدخل حقيقي مدخل سيؤتي إلى نتائج مثمرة في تقريب وجهات النظر العربي وبدء عمل عربي تكاملي مهم الحاجة ملحة جدا يجب على الدول العربية أن تعي ذلك الخلافات السياسية أبعادت الدول العربية عن كثير من ملفات المهمة خاصة الملف الاقتصادي لذلك في المرحلة القادمة البرلمان العربي سيدفع بهذا الجانب سيدفع بالاهتمام بالتكامل الاقتصادي العربي لحاجة الأمة العربية له خاصة بعد جاعة كورونا كل اقتنع بحاجة الدول العربية أو حاجة كل الأمم لأن يكون عندها تأمين لمصادر مهمة خاصة القذائية والدوائية وكثير من الأمور الدول العربية يجب أن تقف على موضوع كورونا ويجب أن تراجع نفسها في كثير من التعاملات والتفاهمات العربية البرلمان العربي تفع بهذا الجانب وبلا شك سأستغل بعض التجمعات العربية بعض المؤتماعات العربية لطرح هذا الأمر من خلال التنسيق مع بعض الأطراف العربية أكثر الأطراف العربية التي أكثر أمل أن يحدث تكامل عربي إيه هي الدول العربية التي لديها مبادرة بأن يحدث تكامل عربي ترى أن هذا الموضوع من الممكن أن يكون هناك تحدي كبير لكل القضايا والمشاكل التي من الممكن أن تواجه الدول العربية أولاً على الجامعة أولاً لكن بلا شك هناك دول عربي مؤثرة عندما تتبنى المواقف بلا شك ستؤدي إلى نتائج ولا ثمار ستصف صالح الأمة العربية جمهورة مصر العربية مملكة العربية السعودية دولة الأمارات المغرب الأردن كل الدول العربية مهمة أطلاق المبادرات وتبنيها من خلال هذه الدول الجزائر بلا شك سيؤدي إلى ثمار وإننا رأينا تجارب عربية ناجحة لأرض الواقع نأخذ التجربة المصرية الآن مصر تعيش تجربة نهضة اقتصادي مهمة وجادة وحقيقية على رغم ظروف كورونا الآن نرى العمار في مصر على قدم وساق ونرى هناك مبادرات كثيرة مصرية تجاوزت تحديات كورونا أو التحديات الواضح الاقتصادي التي ترتب على أزمة كورونا فهناك تجارب عربي كثيرة في كثير من الدول العربية المملكة العربية السعودية طلعت لكثير من المبادرات تجربة الأمارات تجربة ثرية ونريد إارادة حقيقية الإرادة الحقيقية هي التي ستوصل لنا للهدف أما المبادرات العربية والجهود العربية هي متواجدة وقادرة على أنها تحاقressive أموة العربية الكثير الأموة العربية يدعم في كل الجهود العربية في هذا الجانب ونؤمن بأن لدينا كقادة كزعمة ومسؤولين عرب بغادرين على الوصول الذي تفضلت فيه إن شاء الله بلا شك نرى أن الأمور تتمخض إلى استراتيجات عربية مبنية على التكامل الاقتصادي مبنية على البادرة الاقتصادي مبنية حتى على التوافقات السياسية كيف نتدخل من قبل الدول الأجنبية في الشؤون العربية وكيف نتدخل في الشأن الدول العربية خاصة ليبيا واليامن وكثير من الدول هؤلاء يتدخلون لمصالحهم ولتدميرنا تدمير الدول العربية يجب أن الدول العربية تؤمن بأن أي تدخل الأجنبي لا يسعى في صالح أي قطر عربي